في أقل من عام انتشر وباء الكوليرا مرتين في اليمن أفقى لبلد عربي في شبه الجزيرة غير أن أرقام الضحايا والمصابين التي سجلت في هذه المرة يبدو أنها تفوق نظيراتها السابقة في حين حذرت منظمة الصحة العالمية من أن نحو سبعة ملايين يمني يعيشون في مناطقه بها خطر كبير لانتقال العدوى في مستشفى السبعين وسط العاصمة صنعاء تزدحم الأروقة بأعداد من المصابين فاقت الطاقة الاستيعابية بعدة مرات أعداد المصابين الذين تدفقوا إلى غرف وممرات المستشفى مثيرة للصدمة وقد تحملت المستشفى فوق طاقتها الاستيعابية المصابون يعانون من حالات إسهال حاد وهي من أعراض الإصابة بالكوليرا الزملاء يبذلون أقصى ما في جهودهم لمساعدة هؤلاء الأطفال وأعلنت سلطات صنعاء حالة الطوارئ في العاصمة اليمنية واعتبرتها مدينة منكوبة بسبب انتشار المرض المعدي طالبة مساعدة هيئات دولية لاحتواء الوباء الذي قالت إنه انتشر بشكل مفاجأ وبحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر فإن أكثر من ثمانية ألاف شخص يعانون من المرض في أربع عشرة محافظة بزيادة أكثر من ستة ألاف مصاب خلال أسبوع وبسبب ترد الخدمات خاصة الصحية نتيجة للحروب الداخلية والخارجية فقد رقد مصابون في الحدائق والسيارات فيما اضطرت إدارة المستشفى لاستقبال مجموعة مصابين على سرير واحد وضع سيء جدا جدا للغاية الأطفال يتوافدون المصابين بالبكتيريا الكليرا السرها لم تكفي حتى الآن الكادر الفني أيضا ناقص لا يكفي لأن يقوم بتلك المهمة العاتق عليهم قبل اندلاع شرارة الكليرا كانت الأمم المتحدة قد أطلقت تحذيرات متكررة من أن ثلثي سكان اليمن أي نحو 17 مليون إنسان يواجهون خطر المجاعة بسبب شح المواد الغذائية مشيرة بالأرقام إلى كارثة إنسانية مقبلة وتظهر بيانات الأمم المتحدة أن بضعة منشآت صحية فقط هي التي ما تزال تعمل وأن ثلثي سكان البلد يفتقرون لمصادر المياه الصحية وإن العاصمة صنعاء شهدت أكبر عدد من حالات الإصابة